اشتركوا في القناة حديث اليوم بيتناول بطريقة موجزة حيات مارون وشو مطلوب مننا نحن كموارنة او كمسيحية الاقتداء بهذا القديس اللي دخل العالم والتاريخ من الباب العريض وله السبب حطينا العنوان من قورش الى العالم من البداية الى الانتشار في كل العالم بداية بدي عرفكم بمرون وبالموارنة والتسميات اللي اغدوها والتأثيرات اللي تركوها نحن بنعرف انه ربنا وقت اللي بده يمشي مشروع بنقي اشخاص مميزين لقلو يعرف من يختار ولماذا يختار وكيف يختار وهالشي هيدا معروف عن الله من العهد القديم اختار ابراهيم اختار موسى اختار ايليا اختار ايشاعيا ارميا حسقيال دانيال الى اخره واختار ملوك اختار داود واختار شاول قبله وكزيلك بالعهد الجديد شفنا يسوع اختار رسول 12 رسول فيهن الجيد وفيهن مش الجيد وبالوقت زيته اختار قديسين مار فرنسيس مار شربيل رفقة حرديني كلنا بنعرفون واختار كمان من بيناتون مار مارون وهيدا ببداية الجيل الرابع سنة 350 لانه يقال انه خلق مارون بال351 ومات سنة ال410 فاذا من كان مارون كان ناسك كان راهب كان متعبد واذا كل هالصفات هايدي انواجدت بمارون اللي راح نشوفها تباعا فاذا مارون اسم مألوف مش اول انسان سمية فيه القديس مارون لا اسم مارون اسم مألوف مثل اسم يشوع يسوع ويشوع واسماء كتيري وحنة فيه اسماء كتيري معروفي كانت موجودة من قبل تسميات للموارنة لايكوا شو يسموا الموارنة تسمية الاولى انو الموارنة هني ابناء بيت مارون عايشوا بالاديرة بسورية وبجوارة وكانوا بشرين بكلمة الله وسموا ايضا تسمية التانية الموارنة وفيه شرحان نسبة للمارون وهذا اقرب الزن ونسبة لدار مار مارون اللي كان بين حمص وحمى كما يقول المؤرخون والتسمية التالتة المارونية هلا اليوم بيحكوا المارونية السياسية بس كلمة المارونية موجودة من الجيل العاشر مع المؤرخ العربي المعروف المسعودة هو اللي اخترع كلمة مارونية يعني من الف سنة وعننا كمان الطائفة المارونية اللي بدأ ذكرها يبدو بالجيل السادس عشر من الف وستمائة سنة واللي ذكرها الاسم هو البطرك استفان الدويهي اللي كان بالجيل السابع عشر وفيه عنا الكنيسة المارونية الكنيسة المارونية كمان تسمية هايدي من البابا القديسي وحنبولو الستاني وفيه عنا اخر تسمية اذا بدكن المارونين هايدي اخترعوا الصليبية واتلقوا على بلادنا ما بين الجيل الحدي عشر والثاني عشر واتلقوا امنوا الحماية للحجاز المسيحيين الى الاراضي المقدسة ومنعرف كمان شي اول مرة يمكن انتو بتسمعو هو الروحانية المارونية شو الروحانية المارونية هي الروحانية المسيحية المبنية على عيش الامان المسيح لا اكثر ولا اقل من خلال واقع حياتنا اليومية الانسانية انه علي ان اظهر كماروني يعيش ايمانه المسيحي بالمكان اللي هو موجود فيه يعني متل فعل شهادة شهادة لمارونيتي انطلاقا من مارون وهالروحانية المارونية بتظهر بوجان من خلال الامور التقسية متل ما بتعرفوا عنا اللي ترجي للموارني خصيصا منذ ما ادخل بالشرح وعنا الحيات الرهبانية انتو بتعرفوا فيه رهبانيات مارونيات عنا الكاسليك سنة الالف وستمية وخمسة وتسعين الرهبانية اللبنانية المارونية وعنا الرهبان اللبنانيين المريميين يعني الويزي الف وستمية وسبعة وتسعين وعنا الرهبان الانطنية سنة الالف وسبعمية وكمان في عنكن جمعية مارونية اللي انتمي الى جمعية المرسلين اللبنانيين الموارني اللي تأسست سنة الالف وثمامية وستة وستين ومؤخرا جمعية رسالة حيات اللي تأسسوا من سنتين كما عنا جمعيات رهبانية نسائية رهبات العائلة المقدسة لأسسا البطرة كلية لحويك عنا رهبات رفقة عنا رهبات الاربان عنا سان تيريز وعنا كزا رهبان إن شاء الله ما نكون ننسيت شي رهبات الانطنيات كمان فإذا كله هيدا جاي من نبع واحد اللي اسمه مار مارون من هو مارون هلا؟ مارون قلنا ولد سنة 351 ومات سنة الاربعمية وعشرة وقلنا كان ناسك وكان راهب وكان كاهن إلى جانب أنه هو المؤسس للشعب الماروني ولهذا السبب قلت في البداية مارون دخل التاريخ من الباب العريب وفي صفة مهمة جدا لازم نعرفها أنه هو المسؤول الأول والبارز عن نشر الديان المسيحية في حينها بالوقت اللي كانت الوثنية ما عاش عاشي بالمنطقة كلها سوا وللتأكيد على ذلك أراد من خلال خياره التنسك والزهد كان همه السماء متل هم كل ناسك متل هم كل متعبد أن ينتقل من عالم الأرض إلى عالم السماء نشأ في قرش على قمة علوة 800 متر ويقيل أنه كان هناك موجود معبد وثني بفضل ورعه وتقويه وخشوعه وزهده وتنسكه حولوا إلى معبد مسيحي تنبعث منه رائحة الإيمان المسيحي ويقول الجميع أنه كان يقضي أيامه بالصوم وبالصلاة وبالتقشف وبالزهد ولأنه كان كذلك بتصور كان المنارة ينير كل من حواليه وكان يملح كل من حواليه ولهذا السبب شاع خبره وسيته وصوته وصلاته في كل المنطقة فأتى إليه الناس متل ما بتشوفوا اليوم بد أن الناس حداً تيرقدوا صوبه ولو لم يكن شخصاً حياً وسدياً وكان يشفي الناس المرضى روحياً ونفسياً لأنه كان الدواء الشافي بكلامه وبصيرته لكل الناس مما رسخ حالة الإيمان والعبادة إلى درجة متل ما قلتلكم كان مقصود وكان يذهب إليه كل فئات الناس وتأثر به الكثيرون ويقال عن أحد تلاميذه اسمه زبينا اللي تلمز له وأكبر شهادة تصديقية على ما أقوله لكم وقت اللي عاش مارون بها الحالة عندما مات تأثر تأثر جميع الناس وبكيوا عليه وتنزعوا عليه هون الفكرة كل ضيعة كل دسكرة كل جار لقاله بدوا يدفنوا عنده لسبب واحد لأن رائحة القداسي فاحت منه وما زلنا حتى اليوم الناس على الرغم من الضوضاء وعلى الرغم من الحياة الدنيوية وعلى الرغم من كل شي بتشوفوه وتسمعوه المسيحي الأصيل بيحب الأصال المسيحية وبيحب الأصولية المسيحية بتكون متوفرة بإنسان لأنه عطر هذا الإنسان من عطر المسيح نوره من نور المسيح هذه الحالة تطبقت وترجمت على القديس مارون والقديس مارون بيقولوا مار مارون كلمة مار معنيتها إلى معنيان فيها تكون السيد مارون وفيها تكون القديس مارون وكلمة مارون بحد ذاتها الاسم الشائع هو اسم تصغير لموريو يعني السيد السيد الصغير كلمة مارون معنيتها السيد الصغير فإذا عندما دفنا ببراد بحلب بشمال سوريا راحت الناس تزور هذا القبر ومازالت حتى بداية الثورة المؤسف الأخيرة أو الحرب إلى درجة أنه الأمبراطور ماركيانه السنة الأربعمية واثنان وخمسين يعني بعد وفاته بأربعين سنة بنى دير باسمه أراد أن يخلي تذكره بهذا الدير وأجا ناس كتير وأجا نساك كتير فسموا جمعوا على بعضهم رهبان ورهبات مار مارون وبتصور الجمعيات اللي سكرت للكين إياها هي في هذا الإطار يعني فينا نقول أنه أول دير هو إلى مار مارون فين الساك وناسي كات سنة الأربعمية واثنان وخمسين وكل الجمعيات اللي سكرت للكين إياهم الجمعيات المارونية للذكور والإنس هي تكملة ولا أحد يعرف متى تأتي ساعة ولادة رهبان جديدة تحمل اسم مار مارون لأنه الناس بعدها لليوم بتحب العودة إلى الأصول بتحب العودة إلى الجذور لأنه الناس ملت من الضوضاء ومن النجومية ومن الأشياء اللي بتشوفوها ويمكن بعض مرات مش عم بيشوفوا بقى مارون بالموارنة يمكن الناس بدها ترجع للأصل فإذا المارون منه فقط قديس لموارنة إنما القديس للكلو كلهم بيعيدولو أخواننا الأورتودوكس بيعيدولو متل ما بعرف بـ 14 شباط بعد هالتعرفة بـ مار مارون وبالقديس مارون اللي نعرف إنه هامة مار مارون موجودة بـ كفرحي بالمطرانية المركز الصيفي واللي كانت قابلا مدرسة إكليركية وكمان إلى جانبها مدرسة لتعليم أولاد الجوار بعد هالمقدمة الصغيرة شو المطلوب بنا نحنا يمكن لموارنة اليوم لموارنة إنه كون مؤسسنا اسمه مارون أنت كمارونة شو الشغلة اللي بدي أقولها هي إنه أنا أتملك أو أعيش الروحانية المارونية مارون عيش عيشي مسيحية طبقا لقوانين الكنيسة وتعليم الكنيسة ومثال الأول والوحيد ورقنا الأول بالمحيد هو يسوع اتباع يسوع التتلمز ليسوع التضحي في سبيل يسوع أنه عيش الإيمان المسيحي المرتكز على يسوع هذا هو المارونة عيش الروحانية المريمية من خلال حياتي الليتورجية ومن حياتي الرهبانية لأنه مفروض في أنا شغلتان عيش صيغة العبادة التي ترتكز على يسوع هذه الروحانية المارونة وقتل منقول الروحانية جمعية كذا أنه بيغضوا شفيع لقلون مثلنا نحن جمعية المرسلين شفيعنا مارحنا والعذرة الرهبان شفيعا مارنطانوس بس أنا كمارونة بدون تعصب طبعا أنا كماشا شفيعي مار مارون ومؤسسي مار مارون لهذا السبب مفروض فينا أنه نتشبع من هالروحانية هاي ولكن على الصعيد العملي اليوم نعرف أنه كلمة موارنة أو مارونية أخذت عدة أبعاد صار كل واحد يفصلها على إياسه هيدا اللي بيحبها هيدا اللي بيرفضها هيدا اللي بيرفض تصرفاتها هيدا اللي بيرفض أتباعها وبيقبل يعني صارت مكان أو حالي لنبذ كثيرين وسقوط كثيرين وارتفاع وعلو كثيرين بس المطلوب على الصعيد المسيحي أنا هيدا اللي بهمني أحتيه عندي أربع توصيات التوصية الأولى هي قلت بالبداية اتباع المسيح اتباع المسيح وطبع المسيح والإمام بالمسيح تنحس أنه إلنا مرجع متل ما كان المسيح مرجع مار مارون بإمكانه أنه يكون كمان مار مارون مرجعنا وبذات الفعل يكون مرجعنا يسوع لأنه نحنا كل المعلومات اللي نعرفها عن مارون خدناها من ماريو حنى فم الزهب من أسقف قوروش دايو طوريتوس هو اللي منعرفه فإذاً اتناينا نسوى بيرجزوا على الإيمان القويم المستقيم والثابت لمار مارون لمتيلة تانية إذا بتريده إعادة اكتشاف هويتنا المسيحية المارونية الأنطاقية إذا بتكن تزيدوها والحفاظ عليها ما استعملها وما استغلها لمقارب سياسية خاصة لوظيفة شي محل إنما الحفاظ على هويته مش عن تعصب عم بقول هالكلام إنما إيماناً وأمانةً وإخلاصاً لمر مارون اللي هو بيأكد إنه صحي أنا ماروني بس أنا إنسان منفتح كان يقولوا قبلاً أنتو بتعرفوا إنه أسسوا المدرسة المارونية نسيت أذكرها بروما سنة الـ 1584 بتصول إن شاء الله يكون مقيدة أي 1584 كان يقولوا عالم كالماروني نتذكر السمعاني اللي منحصرون كان في موارني علماء تالت توصية تعزيز روح التضامن بالأمور المسيحية بالأمور الأدبية والأخلاقية ما عم بحكي سياسي هون يكون في روح تضامن وقتبقوا الروح تضامن يعني عدم تشرذم يعني عدم انقسام يعني عدم إبعاد المصلحة الفردية المصلحة الخاصة والعمل على تجميع الطاقات الطاقات المارونية ما بيمنع لأنه عندما أقول ماروني يعني وطني يعني لبناني طاقات المعنوية والعلمية والمادية تيكون في نحن إخوة متعاك دين مع بعضنا البعض في نحن في مشاركة بيناتنا ورابعا وأخيرا وهذه توصية كلكم بتقولوها مخلوطة بين السياسي وبين الدين وبين الكنيسي عدم بيع الأراضي المارونية لأنه يمكن يوصل وقت لا سمح الله يصبح الماروني بلا أرض والإنسان البلا أرض منه إنسان نحن بنعرف إنه الماروني عنده ثلاث شغلات عنده الله عنده العدرة وعنده الأرض ومن يسعى إلى ثبات بهالمثلث هيدا بيكون ماشي على الطريق الصحيح بقى منسأل ربنا بهالنهار هيدا بناس بتعيد مارمرون أنه يشفع فينا ويطلب لنا من ربه ومن سيده أن نكون أمينين وأوفياء وبسمح لنفسي حضرت صلاة صغيري بأولى بجاه العيد المبارك بإسمكن كلكون اللهم ربنا يا من تدعو وتبارك وتجزل العطاء لمختاريك أنعش فينا روح الأمان والتقوى في تذكار أبينا مارون فنخدمك بوحي من سيرته النقية ونتذوق ثمار بره وغيرته مسبح أنت يا الله في قديسك مارون كل أوان وإلى الأباد آمين كان معكم الأب يونان عباد وإلى اللقاء في حلقة قادمة ودائماً عبر أثير تلفزيون شاريتي تيفي وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر